طيب هنطلع نشوف ماذا قال كابتن سامي أمصان عن هذه المباراة ونشوف برضو ماذا قال عن مباراة سانداونز ونرجع نكمل مع حضراتكم بقى وحنتكلم أكتر عن مباراة سانداونز ولكن نطلع نشوف ماذا قال كابتن سامي أمصان كل التحية لك كابتن إسلام وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة متابعة شاشة تقناة النادي الأهلي في كل مكان مباراة بغاية الأهمية المباراة اللي هتجمع على الأهلي وفريق سانداونز في دور المجموعات لدور أبطال الأفريقيا. طبعا النادي الهلي بعد الفوز على فريق برامدز بسلسة أهداف طوى هذه الصفحة والتركيز للمرحلة القادمة ومباراة سانداونز عشان نتكلم على المباراة بصورة أكتر ينضمي لي في هذه الأسناء الكابتن سامي أمصان المدارب العام للنادي الهلي. كابتن سامي قبل من نتكلم على المباراة ومبارك على مباراة برامدز. خلينا أقول لك كابتن سامي الشوطر بول لحضراتك كل سنة منتطيب. وعيد من هذا مشاولي السنة دي كان مختلف لأن المرة من سنتين احتفلنا أيضا بالفوز على سانداونز في الدور الثمانية والبيتكرر مرة تانية كل سنة منتطيب فوز على برامدز والاستعداد لمباراة سانداونز. طبعا منتطيب وخير وشكرك طبعا وشكرك البعث كلها الإعلامية الموجودة معنا وشكرك طبعا كابتن سلام ومتحاية لي وزيما قلت وتكلمت على المباراة طبعا مباراة مهمة بنسبة لنا جدا خصوهم بعد مباراة كبيرة زي مباراة برمزة اللي احنا عملناها الحمد لله لكن زي ما انت قلت طوينا الصفحة ونستعد دلوقتي لمباراة مهمة في دول مجموعات طبعا وأعتقد ان شاء الله عندنا فرصة اللي احنا نعدي الوضعين في المجموعة ونأكد اللي احنا طبعا أبطل القرار مراتين وان شاء الله نحقق بطولة التالت أيهم أصعب مواجهة فريق في المرحلة اللي فاتت كنا في دور الأدوار الإقصائية دور المجموعات أعتقد أيضا هزيمة الأهل في المباراة الأولى بتزيد من صعبة هذا اللقاء بسغلنا نتفع ان كل المبارات صعبة كل المبارات في أفريقيا خصوهم دلوقتي كل الفرق بتستعدك النهاردة المجموعة بتاعتنا الهلال والمريخ يجيبوا لعيبة مميزة ويجيبوا مدربين مميزين سواء مدرب المريخ إنجليزي أو مدرب الهلال برتغالي فأعتقد بتزيد من صعبة المجموعة وممكن تشوفت المباراة كت صعبة جدا حتى مبارات سانداوز مع المريخ كت مباراة صعبة ومبارات سانداوز مع الهلال ومباراتنا مع الهلال برضو فالمبارات كلها صعبة والمجموعة متشابكة لكن في الأول آخر إن شاء الله عندنا إن شاء الله يكون حجزنا كبيرة إن شاء الله نحن نضع نهاديل بالنسبة للمباراة سانداوز لعبناها في كل الظروف سواء في المجموعة أو في الأدوار الإقصائية الحمد لله لدينا أفضلية وعندنا الحمد لله دلوقتي من الخبرات التي تهينا إن شاء الله لإحنا نقدر نتعامل مع مباراة واللعيبة نفس القصة فأعتقد الحمد لله إن شاء الله بس محتاجين لإحنا رايح كويس لإنت تعرف ساعة سفر كبيرة جدا مع اللي أنت بتلعب مباراة كبيرة زي برمز فمحتاج ركافر كبير شو هي أعتقد الحمد لله هو ده اللي إحنا بنعمله وإن شاء الله يكون لعباة يمون مباراة في أحسن حالة فنية وبدنية وزهنية كابتن سامي عايزة روح للنقطة في غاية الأهمية وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي بتجديد عقد مستر بيتسو مسماني وأفراد الجهاز الفني لمدة عامين أعتقد قرار بيضيف مزيد من الاستقرار فرعا معكم معنويا فرعا مع مستر بيتسو مسماني أولا طبعا بشكر طبعا الكابتن وبشكر مجلس إدارة ولجنة التخطيط طبعا على الصيخة دياسة للراجل أو لنا كجهاز يعني أعتقد أنت مسؤولة كبيرة علينا أكتر وبتدينا طبعا يعني أنت تتحمل مسؤولة كبيرة جدا لأنت باسم كبير زي النادي الأهلي أنت بتشتغل عشان عشان وعشان جمهور وأعتقد مسؤولة كبيرة لك أتمنى إن شاء الله التوفيق للراجل ولينا كجهاز اللي إحنا إن شاء الله نحقق حاجة كويسة للنادي والجمهورنا إن شاء الله ونهديله إن شاء الله البطولة والجمهور تبقى أول مرة في تاريخ أفريقيا كله لأنت تتحقق ثلاث بطولات وراء بعض فالحمد لله وتمنى إن شاء الله ربنا يكرمنا الفترة ليا بإذن الله فإن سامي مصن يعني شان برضو أقرب الصورة للجمهور قريب جدا من مصدر بيتس ومسيماني دائماً بيتكلم معاك باتشار معاك مش بعلن نطاق العمل كمدرب عام ولكن في صدقة فإن سامي بيتكلم معاك أبرز الأمور اللي بيتكلم فيها الأمور اللي بتناقش فيها طبعاً في نواحة فنية بيتكلم فيها مع حضرتك والأعتقد التكلم معاك كمان بعد تجديد عدو أكيد طبعاً إحنا جهاز واحد بنقضي ممكن أوقات كتير أكتر ما بنقضيها في بيوتنا في بيوتنا فهو رجل طبعاً رجل ودود جداً وراجل بيحب الناس كلها وانت شوفت أنت أكتر واحد قريب مننا وعارف إزاي هو بتعمل مع كل الناس مش معنا كجهاز يعني الحمد لله الجهاز كل متفاهم الحمد لله الرجل مدي أدواره لكل الناس على المستوى الشخصي نفس القصة بنخرج مع بعض ونتعشى مع بعض ممكن الحاجة عديد كاب سايد عملها برضو من الحاجة الكويسة بتدي طبعاً يبقى في تقارب فيه يبقى العلاقة مش علاقة شغلي بس بس علاقة اللي انت بتخرج وكل واحد ممكن تقول مشاكلك معاه ونفس القصة فأعتقد الحمد لله هو عمل حلقة كويسة والحمد لله أعتقد الأمور مستقرة بالنسبان ونشوالله همستنين توفيق ربنا على الفترة اللي جاي بإذن الله زرها الحتة مهمة كتن سامي أكيد فيه يعني بيبقى لي وجهة نظر فنية في لاعب حدك بيبقى ليك وجهة نظر وإزاي بتتناقش فيها هل مستر بيتسو مسماني بياخد الأمر بقرار فردي وإلى الأمر زمال حدك بتوضح لك بتتناقش وهي دي يروح فريق الجماع لا والطبيعي اللي انت كل واحد بيبقى عنده وجهات نظر وتكون مختلفة من خلال المبارات نفسها أو من خلال الجيم نفسه لكن في الأول آخر المهم هو الرجل بيسمع كويس جدا جدا يعني بيعرف قيم كويس جدا يعني بيعرف قيم أنت إيه طبعا أن أي مدير فني مهم جدا اللي انت تقيم عشان تقدر تقيم المعلومة اللي بيجي لك الرجل ده ممكن أه بيحب العيب معين أو لا أو الرجل ده فنيا بيحب مصلحة الفرقة أكتر من من مصلحة الشخصية اللعيبة فأعطي الحمد لله هو بيقدر فاهمنا دلوقتي كويس جدا وفاهم شخصيتنا كويس جدا وعارف اللي انت أي حاجة بتقولها مش منظور شخصي بالعكس منظور عشان تساعد الفرقة هو بيسمع بيسمع مش مني بس أنا الواحدي كلنا كجهاز بنتكلم قبل المبارات زي طريقة اللعب اللي انها ممكن منازمة لنا أو من خلال المبارات سواء من التغييرات أو سواء من أسلوب اللعب نفسه من خلال المبارات فأعتقد الحمد لله الأمور الحمد لله جيدة واتمنى إن شاء الله تمشي للأحسن إن شاء الله سامي أختم حضرتك شفنا المبارات الأولى كان كبير جدا من الفرص المهضرة وكان ده من الأخطاء اللي أهل وعفية الأخطاء اللي احنا نتلفاها في المبارات القادمة زي ما انت قلت ممكن برضو إضاءة الفرص دي برضو من الحاجات اللي بنشتغل عليها ونحاول نشتغل عليها لكن انت دورك اللي انت بتوصل للعيبة في حاجات بتبقى طبعا فيها سوق توفيق وفي حاجات بتبقى فيها مسلا رعونة فيها تصرع فيها استغلال مش صح أو اتخاذ كرار صح مش مناسب للكورة نفسها يعني فنحاول نصحح من خلال الفيديو من خلال الوحدات التدريبية اللي احنا بنعملها دي أعتقد أبرز الحاجات يعني اللي نحاول نشتغل عليها ممكن نحن الحمد لله عندنا رقم كويس جدا في الدوري ممكن في أفريقيا مش مش أحسن حاجة زي السنين اللي فاتت لكن ان شاء الله نحاول نعدلها وان شاء الله نحاول نمشي المصار اللي احنا ماشيين فيه الانسب ان شاء الله كرارك كابتن سامون بريك لكن ان شاء الله عقب المباراة بالفوز بيزن شكرا محمد شكرا كابتن اسلام ده كان لقانا مع الكابتن سامي المدرب العام لفريق للنادر الاهلي طبعا نتكلم على نقاط مهمة جدا خاصة باستعداد الاهلي لمباراة ساندونز المباراة لتقامي مستبت ان شاء الله على ملعب سكر سيتي في تمام الساعة الثالثة كل التوفيق طبعا للنادر الاهلي في هذا اللقاء يكلل ان شاء الله بالانتصار والفوز بي الثلاثة نقاط من جديد تعود الكلمة للكابتن اسلام شاطر شكرا جزيلا زميلنا فاروق